اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اشهر جملة في عالم الحشيش هي الجملة التي اتت على لسان احد ابطال صاحب نوبل الاستاذ الراحل نجيب محفوظ في قصة ورواية ترترة فوق النيل والتي عملت فيلم كان بطولة احمد رمزي ومربة امين ونخبة من النجوم كان فيلم عظيمه عمد حمدي الجملة اللي قال عمد حمدي والله لو حلال ادينا بنشرابه لو حرام ادينا بنحرقه وهذه هي النظرية هو الحشيش حرام تم سجير حيام تم الخمور حرام اذا القضية اللي بالنقشها ملاش علاقة بالدين كله حرام دول حرام حرام بقراء كل العلماء ليه لانهم يرون انه يضيب العقل طب انت ليه سايب الخمور وبتحرم الحشيش طب المنع ما مناعش وعندنا بيصرفه بيصرفه بنصرف اتنين واربعين مليار تم انا بداية فيه غسيل اموال تم انا ممكن امنع غسيل الاموال وقنن ورائب واعمل ختمة جودة للحشيشة تبقى كويسة مش مضروبة عشان ما يتحطش عليها مواد بتسموها يا دكتور خلطات العطرية اللي بتحط على الحشيشة خلطات عطرية وفيه مواد بتستخدم من بعض الادوية والحبوب بتتحط بتبقى مدمرة لخلايا المخ فتبقى الحكومة ضمنت سيطرة على حشيشة نظيفة تعمل دماغ كويس بدل ما تعمل كارسة الموضوع مش عبتي الموضوع بجد بس خلوني ارحب بضيفة العزيز دكتور محمود الحبيبي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس واشترك معنا في الخوار وسؤال السريع ايهما اكثر تأثيرا على المخ سلبيا الحشيش ام الخموش الكحول الكحول الكحوليات الذي يؤدي الى ارتكاب جرائم اكتر الحشيش ام الكحوليات الاثنين زي بعض تقريبا الاثنين زي بعض تقريبا ايهما اسهل في العلاج لمن يقرر ان يشفى منه الحشيش ام الكحول الاثنين زي بعض تقريبا بس اعادة الانسحاب بتاعت الكحول القاتلة لكن اعادة الانسحاب بتاعت الحشيش اقل اقل الاعادة الانسحاب لكن كإدمان كمارد إدمان الاثنين تقريبا في نفس المقام أيهما اللي يمكن لصاحبه أن يتخذ قرارا منفردا بالتوقف عنه في حالة التعاطي الدائم الحشيش أم الحشيش الحشيش هو الأسل الأسل أن الكحول أعراضه الانسحابية بتبقى قاتلة تشنجات طيب إذن ما يطرح يقول أن الكحول أكثر خطورة وده بيدعم ما يطرحه الدكتور أسامة الغزالي دكتور أسامة هل حرية التفكير تبيح لي أن نذهب إلى أي شيء إلى أي منطقة دون النظر إلى طبيعة هذا المجتمع أو نعكاس الأفكار عليه ما هي اللي أنت قلته بتطرح المشكلة إلى أي مدى هناك إمكانية في المجتمع والنخبة والمثقفين أن يتقبلوا أفكارا غير تقليدية وأنا شخصيا شايف أن أحد ملامح التقدم في أي مجتمع والنطق في أي مجتمع القدرة على الانسماع إنه هو غير تقليدي من الأفكار يعني مش شرط تخدر فكرة ويرميها مش دي المشكلة إنما خد ما هو جديد وغير مألوف برغبة بالفهم وفي النقاش دي مسألة أساسية وده برضو يا خيري أؤكد مرة تانية هو ده الدفع أساسي مبارح مش مكالب خالص في الموضوع كممكن موضوع حاجة تانية خالص نعم إنما أن أشاهد شخصا يطرح فكرة غير مألوفة ثم تنهال عليه الشتائم هي نهالت الشتائم وحضرتك دفعت عن المبدأ ولكن أعجبك الفكرة الفكرة أنا جعت بعد كده أنا عندي معلومات إنه فكرة تحريم أشياء معينة في بعض المجتمعات ده بيؤدي إلى استهلاك أنت بكتير من بحيتها وعلى سبيل المثال إنه حتى تحريمها القانوني القانوني بالضبط يعني مثلا من المؤكد إنه الخمور الكحوليات مش محرمة في مصر ومحرمة في بعض المجتمعات الخليجية أنا أدعين استهلاكها إنك أنت بكتير من مصر لأنه ما نسبة كم مصريين بيستهلكوا الكحوليات إنما بنشوف إحنا ناس ثانية بتبقى حريصة إنها تأخذ في شنطها وتروح بيها البتاعة دي علشان إذن في الحقيقة وبتتشارع من الصفرات وبتتصنع في البيوت في ناس عاملة معامل تكريف بيوتها بالضبط كده ففي الحقيقة هي فكرة أو فلسفة أو منطق كيف يمكن إنك أنت تحارب عادة سيئة معينة أو استهلاك سلعة معينة بطريقة فعالة مش أكثر من كده هل إنك أنت تمنعها منعا جنائيا وقانونيا وطبع منها أولا إنك أنت تبحها وتراقب استهلاكها ده أسلوب ده أسلوب وكلا هما يا سادي في هذا إذا طلبت من حضرتك أن تواجه أسئلة إلى ضيفاء العزين في هذا الإطار حيث إعجابك بالفكرة من حيث المنطق لدعمها أو لضحضها فماذا تطرح لا أنا أنا برضي يا خيري بقولك مرة واحدة أدعو لمناقشتها أيما أنا عايز وأحب أسمع منكم بقى إلى أي مدى هي تكون جديرة بأن تأخذ أو أن تنبذ ده اللي أحب أسمعه تبضى أنا هبدأ بفكرة هو إحنا ليه بنعمل قانوني الشيء أو بنخليغي قانوني نعم وهبدأ بالجزء اللي تابعي اللي هو الصحة والده أسف ده جزء من كل يعني من أوائل الدول اللي سمحت بالحشيش كانت هولندا كان السبب اقتصادي بحث نعم مش سبب صحي وبعد كده بيبتدي يتحط السبب الاقتصادي جنب السبب الصحي جنب السبب الاجتماعي ويحط القانون من التجارب اللي كانت مثيرة للاهتمام ووضع حريكي لأن حريكي تطلع عليها هي تجربة المملكة المتحدة بريطانيا في سنة 2004 هي نزلة الحشيش من كاتيجوري بي دراج لكاتيجوري سي دراج يعني هي حاجة زي مثلا من جناية الجنحة بعد لما زادت حوادث الطرق وزادت نسبة الناس اللي تدخل في المستشفيات النفسية من حالات الفصام من 2009 طلعت تاني حرامته أكتر وهو ده الفكرة اللي يمكن المشكلة عندنا في مصر إحنا لما بناخد قرار ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط لأن في الآخر الحكومة أو أي بقى الأمان هو بشرة ما بيدرس تبعياته بشكل كويس في موجة من تقنين الحشيش موجودة في الوقت المتحدة بالذات يمكن أكتر من أكتر من الدول وهو الحاجة اللي حيث قلتها بالذبط هي فكرة إن الكحول أكتر دان من الحشيش واللي أكتر دان منهم هما الاتنين التبغ السجاية كان فيه كيف رطيف جدا كان واحد بيموت بسبب السجاية وكان واحد بيموت السجاية أكتر من الحشيش في الموت ومن الخمور في الموت طبعا نسبة الموت نسبة وفياتها أعلى بكتير لأن عدد المدخنين في العالم اكتر بكتير من بالضبط وامراض اكتر بكتير فالتالة الناس نفكر لا احنا اولوياتنا مثل اخبطة فده ادى الى فكرة ان احنا نقنن الاولويات في دولة مثلا وحنا الشرق شوية سيبنا من الغرب دولة زي سنغافورة مثلا سنغافور على الات الناس هتبقى دولة بلا تبغ الناس سكزت اوي في فكرة التوباكول هو اللي بي موت اكتر وهو اللي بيعمل مشاكل اكتر لكن الحشيش مسموح بي عندهم لا طبعا هو ده من ضبط الفكرة في الحشيش انه هو اقل ضرب من كحول العابس هل هو مؤذي هل هو مضرد ده ده حقيقي مشكلة الحشيش انه هو ضرب بياخد وقت طويل انه هو ضرب بيبقى على العقل على المخ انه هو بيعمل تلات حاجات اساسية في المخ غير الحاجة اللي اضافها السيد محمود اللي هي انه هو يدخل في مواد تانية الحاجة القوانية هي فكرة ان قدرات الشخص العقلية بتقلي وفي بحث كان عامله ايا كانت الكمية اللي بيشربها يعني لو بيشرب كمية ليلة على مدى طويل بتؤدي الى نفس النتيجة غالبا اه بس هي الفكرة انه هو لما شخص بيبقى مبسوط ما بيبقاش كمية ليلة على مدى طويل غالبا ومثلا في بحث كان مشروع جدا معمول في الستينات كان دكتور عكاشة الله يمسي بالخير ودكتور سويفة الله يمسي بالخير عظمة الطب النفس ويعلم النفس قاسوا ان الفلاحين اللي بيشربوا حشيش والفلاحين اللي لا لقوا ان الفلاحين اللي بيشربوا حشيش قدرتهم الانتاجية وان هما بيتعاملوا مع الزرع اسوأ بكتير من اللي بيشربوش بلا من الستينات فالفكرة مطروحة من زمان فاول حاجة هي القدرة على التاكيز تاني حاجة هي ما يطلق عليه الفصام الفصام من فيه نسبة من اللي بيدخانوا الحشيش لا تقل بأي شكل من الاشكال عن من خمسة لعشرة في المية بيجي لهم اعراض تهيئات ضلالات شك ماضي ولأسف الفئة دي احنا ما بنشوفهاش لانها بتنعزل اغير الشخص اللي هو المبدع اللي هو بيشرب السجارة ويطلع يغني او او الفئة دي بتندثر تماما وبتنعزل تماما لان مرض الفصام بطبعه بيعمل تضهور ولو ان العلاجات الجديدة بتدي انتهيك كويسة فالمشكلة التانية هي المشاكل النفسية وعلى رقصها الامراض النفسية وعلى رقصها الفصام وبعده يجي لكتاب مشكلة التالتة والاخيرة هي فكرة ما يطلق عليها غيابة دافعية وهذه الحاجة اللي فيها خلاف في العالم كله ان اللي بيشربوا حشيش بس بكميات كبيرة بغضوا حقا خلال الحق بيبقى مش عايزين يعملوا اي حاجة بيغيبوا من شغلهم اكتر انتاجيتهم بتبقى اقل اهتمامهم بإصدتهم بتبقى اقل حوادثهم بتبقى اقل هو ده اللي عمل مشكلة على ناحية التانية الناس بتقولين ان الكحولة اخطر عشان كده بس نلاقي الولايات المتحدة دلوقتي عشرين ولاية في تاريخها إلي التقنين وعشرين ولاية او بقية الخمسين ولاية فيه منع فيه خلاف في الخمر في الحشيش فيه خلاف فيه ولاية اعداد قادم أنا وجه التالي انحنا نازم نشوف التجاوب دي الأخير بمعنى من الحاجات اللطيفة جدا لما ندرس للولايات المتحدة صحيا ان مثلا لما بيقيصوا الناس اللي سامحين بالكحول عند واحد وعشرين سنة في الولايات يعني الولايات الالسامحين واحد وعشرين سنة مقابل السامحين في 18 سنة بيشوفوا نسبة الحوادث يقوموا نسبة الحوادث أكثر في 18 سنة وإدماء أن يقولوا يبقى القرار ده أسود فأصدي أنا شايف أن احنا عندنا معلومات كثيرة جدا ضد الحشيش لكن في موجة من تقنين وخصوصا في الولايات المتحدة غيرها موجة من المنع تقريبها في الشايق عشان ما يضع الكحول لازم ندرس أو بعد كده إيه اللي هيحصل في الولايات اللي هتقنن وإيه اللي هيحصل في الولايات اللي هتمنع مع الأخذ في الاعتبار النقطة اللي أرى أستاذ محمود لها مهمة جدا أن الناس دي لما بتحط القانون بتنفزه يعني خلينا أسرحيك ما السؤال فيه سؤال ممكن هو سن الكحول في مصر كام سنة سن استجايف سن الكحول 21 21 سنة هل سمعنا عن قضية أن واحد عنده 19 سنة راح يشتري كحول حتى رؤيزان سبيرة أو حتى قال له لا أو تمسك يعني قصد إحنا عندنا القانون النقطة اللي حقا قلتها دي مهمة جدا لكن خلينا نقول فإن شاء الله نبقى دولة بتنفز القانون بحدا فيه فنرأي بالتجارب لكن حتى الآن عشان كده حتى الآن المعلومات ضد الحشيش عشان كده الدول اللي بتقنن أقل بكثير من الدول اللي بتمنع وحتى هولندا اللي هي يعني واحد الحشيش من زمان وعندها مدحف الحشيش وهو الحشيش اتحاد الأوروب بيعمل عليها ضغوط شديدة عشان مع غياب الحدود ابتدت يحصل مشاكل طبعا وحتى لابد أن السادة المشاهداني يعرفوا أنه حتى في هولندا أو الدول اللي بتقنن في مساحة للشرب وفي تحليل عينات دم وممنوع قيادة العربيات ومش من حقه يشيل حتة كبيرة ولو شال أكتر من الجرامات المحددة بيتقبض عليه وتتعامل له قضية بس أنا عايزة أزالي خير هنا السؤال طبعا إحنا لا يعني ما فيش أي حد بيقول إن إدمان الحشيش حاجة كويسة طبعا لكارثة أنا بتكلم معنا إحنا القضية بتاعدة بردو كان حاجة تانية كيف يمكن مواجهة إدمان الحشيش وكانت محاربة الحشيش وكيف يمكن تقليل منها هنا طالح ده مختلف هنا ما أنا هكلم بس أنا هل من خلال المنع بالطريقة الحالية لا في الحقيقة ما أدتش إلى أي فعالية ولا من خلال الإباحة المنضبطة قرانونا ده السؤال أي الأسلوبين هو الذي يمكن أن يؤدي إلى فعالية أكتر فيه يعني الهدف إن إحنا عايزين هو منع أو تقليل بقدر الإمكانة أنت عايز تقليل دلوقتي السؤال ده بتاع تقليل عايز تقليل أو لا تقنينه لا تقليل أنا أقول إن أنا هدف في النهاية إن أقلل من هذه الزيارة لأقصى الحدود هل يتم هذا من خلال المنع بالطريقة الحالية أو من خلال الإباحة المنضبطة بس أنا برضو أحرض من تجارة الدول في قصتين قصة هولندا هولندا لما أباحة الحشيش ما زادش وما قالش لاستهلاك دي تقاريرهم على نحو آخر الولايات المتحدة وسينجافور برض لأن سينجافور هي دولة غريبة بتمنع الليبان يعني هي عندها حاجات مختلفة الدول اللي بتحط أو نقول لأول الولايات في الولايات المتحدة اللي بتحط قوانين منع تلقائياً الاستهلاك بيقلف مش في الحشيش إحنا بنتكلم الحشيش لسه موضة جديدة أنه هو يبقى قد بس نتكلم مثلاً في سن الكحول بنتكلم في فكرة كمية الكحول مثلاً دول زي اسكندينيفيا بما إن الناس لها كمية محددة لا يمكن تجاوزها في أخد الكحول فنسب الأمراض اللي بتحصلها من الكحول أقل بكثير من الدول اللي مفتوحة زي المملكة المتحدة مثلاً في أوب دي أحد الأسباب الدول اسكندينيفيا مش عايزة تدخل في اتحاد الأوب على كله يعني عشان القوانين الصحية عندهم أقوى فالواقع بيقول حتى الآن إن المنع بس بشكل صح وهي دي النقطة اللي احنا عايزين أظن المهمة المنع بشكل صح بيقلل الاستهلاك هذي حقيقة نعم فهل عندنا احنا بقى المنع بشكل الحالي مناسب أنا أظن إن المنع بشكل الحالي محتاج إن هو يحصل فيه تغييرات زي ما سيد مهود ألف مضوط فما أقول لكن هل الحل فيه التقنين الإحصائيات في العالم كله بتقول إن تقنين أي شيء بيزوده التجربة الوحيدة المختلفة كانت تجربة هولندا قالت أنا مزاتش ولا قال أنا فضل للعال هو هو لكن العبء اللي على الشرطة والفلوس اللي دخلتلي كانت أكتر وده اللي يمكن قلته في الأول إن السياحة جتلي بقوة بقى فيه ضغائب والشرطة ما بقيتش مهمومة بأنها تمسك الحشيش فده يعني خلص أنا موافق على ده هل صحة الهولنديين تأثرت يعني هل ثبت أن الأمراض زادت والجرائم والحوادث زادت في هولندا بعد تقنين الحشيش ولا ما فيش دراسات أنا ما عنديش المعلومة دي لكن إنجلتر حصل فيها كده إنجلتر حصل فيها كده إنجلتر حصل فيها كده بزطا لكن أنا ما عنديش تقارير على هولندا أو ما عنديش معلومات عن هولندا طيب أستاذ محمود إذا بحثت عنك عن هي إيه في ويد الحشيش؟ يعني علشان نقول حتى وإحنا بنقنن التقنين اللي بيتراحه الدكتور أسامة أنا مقتنع عن الحشيش دار لكن بدور كيف نواجهه هل بالتقنين أم بمزيد من الضابط القانونية بإجراءات ضبط بخلافه؟ إذن الهدف الأساسي هو مواجهته وليس لأنه بيعمل أنا بدور على اللي بيعمل بقى هو بيعمل إيه؟ هو القصة كلها بفصوطة شديدة جدا حالك سؤالك ده بيجريني السؤال تاني أكثر صدمة يعني وإحنا بدأ بنستخدمه دوقتي كمان في التوعية المختلفة ما يجي أسأل للشباب وانا بشتغل معاهم بقول لهم هو الحشيش أو المخاطرات حلوة ولا وعشة؟ فالرد التقليدي بتاعهم عشان يبقوا متماشين معايا وانا بتكلم وما نزعيكش منهم وعشة يا فاند وعشة مين قال لك أنها وعشة؟ انت جربتها؟ فواحد منهم بقى قال لي صاحبي قال لي جربها وقال لي أنها حلوة فأنا مسكت بقى في الإجابة بتاعته قلت له بقى عشان احنا نعمل وقاية حقيقية الوقاية الحقيقية هتبتدي من المعرفة السليمة ونبقى عندي ببساطة شديدة جدا ريزيليانس عالي داخلي سبات نفسي داخلي عالي ده عشان يحصل لي لازم يبقى متسلح بمعرفة جيدة ومهارة جيدة إذن إجابتك على السؤال أنك تقول لي أن الحشيش أو المخدرات إنها حلوة آه إجابة سليمة بس تعال أنا أخدها حلوة إزاي وإمتى ومع إيه لما أعرف كويس أبي أعرف أجاوة أبي تشرب لها حاجة معاوة إيه لأ مع هذا اللي إحنا بنقول علي إحنا بنقول فيه مرحلة اسمها مرحلة شهر العسل ما بين المتعاطي وما بين المادة المخدر اللي هي مرحلة التجربة اللي هي أخطر مرحلة اللي هو بيشوف فيها كل التحقيق للشائعات اللي سمح عن المادة المخدر هو بيشوف أن الحشيش بيخليه مبسوط عمله فورية عالية قوي من المصادر بيهرب من مشاكله أزماته شقدر يركز فيها فأمباية إحدى بيشوف بيشوف مخدر تاني إنه بيزود له قدرته على العمل بيشوف مخدر تالت بيزود له بتفتح شاهيته للأكل حاجات كتير جدا هنا بقى في المرحلة دي بقى هو بيقتنع إن المخدرات بالنسبة له إيه حلوة وإن الكلام اللي قاله الأستاذ محمود أو الدكتور اللي جاء عمله توعية وقاله إنها وحشة رجل ده كداب تمام فكل المعلومات اللي هو بيقولها بعد كده مش هصدقها وبالتالي أنا بقتنع إنه كل القصة دي ماشى بالنسبة لي منطقية وإن معلومات هنا غير منضبطة فأنا حمشي في السكة دي لكن لما بيدخل بقى لمرحلة التعاطي ومرحلة الإدمان بيكون كده بالتشبيه بنقوله لهم هو نزل من على الأكوابارك نزل من على الزحليق ما عندوش القرار إنه يرجع تاني في النص بيبقى قراره إنه يرجع تاني في النص صعب جدا إنه هو قرار إنه أنا عايزة تعالج وهو ده أصعب القرارات اللي إحنا بنواجهها معي عشان كده السبيل الأساسي بالنسبة لنا وعشان نتعامل مع موضوع زي ده مش فكرة كمان بس إنه أنا لأتيح أو أمنع بس لا أنا شايف إنه مش هو ده السؤال المحوالي دلوقتي السؤال المحوالي دلوقتي إحنا بنعمل توعية للناس بخطورة الكحول والمخدرات وإساءة استخدام العقاقير التطبية زي ترامدول وما إلى ذلك من الأدوية التطبية اللي بنسي استخدامها وكمان نتابع إزاي حنعمل حملات توعوية مختلفة في تأثيرها إحنا بنعمل حملات توعوية من زمان جدا ليه التأثير على الأرض قليل إزاي نقدر نوصل لأصحاب المشكلة الحقيقيين ونمكنهم هي دي بقى دين معضل هنا إحنا بقى لازم نشتغل بشكل مختلف لما نقول إن إحنا عندنا روابط تطوعية فيها 26 ألف متطوع على مستوى الجمهورية من مين بقى المتطوعين دول الشباب في مرحلة سنوي وجامعة هم مين؟ هم أصحاب المشارحة حقيقيين هم أكتر شريحة في الجمهورية طيب أنت وسعت لي الداير بالزبط لازم أوسع وأنا بواجه المشكلة إيه؟ هي فوائد الحشيش بيعمل إيه؟ حلو للي بيتعطاه بيعمل حلو اللي بيتعطاه هي الشائعات اللي بيعملها لا المليجعة بالشائعات أتبا كلمة عن مادة بتقولي نتيجة برحل تجريد التام علشان الناس تصدقنا ما تقنعنش أن في حد بيدخل لعالم وبيحقلوش أي نوع من أنواع المتع بيغيره حالته المزاجية بيغيره من حالات الديقة أو الحزن بشكل أو بآخر بيوصله لمرحلة من مرحلة السعادة وده بيحصل ليه؟ بيحصل إزاي؟ ده مؤقتا يعني ممكن يجب معه بكتئاب بعد كده عشان كده لما بيفهمهم هم الشباب حصل ده ليه؟ هو بيعرف أنه فيه الهرمون اللي بيسبب له السعادة في جسمه حاجة اسمها دوبامين ده لما بييجي من طريق المخدرات بيفرز بكمية كبيرة جدا تمام؟ في أول مد فبعد كده عشان يفرز نفس هذه الكمية بنفس الفطر اللي في السعادة بيحتاج أنه هو يزود شوية إيه؟ في الجرع وهكذا يدخل هو في السكة دي هو ده اللي بيشده في الأول فيما يخص الحشيش أنا بس يا خير عدو الحاجة أرجوك ستبدو كأنه إحنا مهم نظرة بالناس بتدفع الحشيش ده إحنا مثلا مش كده خالص هو لا شك أن الحشيش كارثة يعني إذا نعيد السؤال يا دكتور نحن نناقش كيف نواجه الحشيش هل التقنين يمكن أن يساعد؟ بس كده بس السؤال هو مش هل الحشيش طبقه وفيها شكل حشيش مضر وكارثة طبعا إنما السؤال هو إزاي نقدر نحاربه بفعالية هل بالتقنين ولا بالتحريب؟ إحنا قلنا أن التقنين في خصوصها في المجتمع وقد نصل إلى إن حكاية التقنين ده تقنين في مجتمع مش كيلة فيه جماعات إحنا في نقول في مصر فيه حاجة اسمها المجتمعات الهامشية اللي هو العشوائيات في الحضر أو الكرة الأكثر فقرا في الريف المجتمعات هذه بطبيعتها ما ينفعش معها التقنين ليه بقى؟ لأن إيد الدولة مش هتوصل لهم يعني أنا بمعرفش وصلوا بالتوعية يعني هفترض والسؤال هو هل نفع معها التحريب؟ نفع معهم؟ إذا كانت خيري بقولك التجارة دي حاجيش حاجة أو 40 مليار ما السجارة حرام؟ دار الإفتاء قالت شرب السجارة حرام والناس مشى في الشوارع بتشرب سجارة عيني عينك يعني تمام؟ ليه ده؟ يعني أنا عايز أتكلفه ممكن تجربت التدخين دي شوية في العالم كله العالم كله نسبة التدخين قالت دول كتيجة كان عندها حتى هدف إن تنزل من الأبعينات والخمسينات إحنا كمصة عندنا النسبة حاجة وعشرين في المية حسبناها على رجال توصل لحاجة وعبين في المية العالم كله كان عنده هدف إنه هو ينزل من الأرقام الكبيرة دي إلى عشر أو خمسة عشر ويكسروا العشر كمان وهذه النقطة اللي عايزين نتكلم فيها إن كان حملة قوية في كل الأشكال من ضمنها قوانين ويمكن حضرتك أكيد كان ضحك سفيات كتيرة أو أغلب حضرتكو شوفنا قدي إنه أغلب الدول دلوقتي فكرة التدخين جوه المكان بقت ممنوع وبقى المكان في أغلب الدول خصوان الغربية بيبقى جليد فقصدي هي منظومة متكاملة إحنا يمكن عندنا المشكلة إنه يمكن ساعات القانون ما بيقاش ماشي مع الفكر العام أو الثقافة العامة فهي فكرة القوانين بتفيد بس القوانين بشكلها الحالي اللي مش ماشي مع المزاج العام أو المحاطة بالشائعة يعني هاي بتقول أخوالها مش هي وأنا بدأت بس لطلب الطب أو دكاتة الامتياز بس السؤال بسيط جدا يا جماعة تفتكوا الحشيش إدمان الإجابة بتطلق أكتر من 50-60% لا طلب الطب خلصه دراست الطب بالكامل تمام رغم أنه إدمان رغم أنه إدمان وموجود في التقسيم بتاع الإدمان فإحنا عندنا مشكلة مع الحشيش هي إن في مزاج عامل نوعادي وكويس وحلو ومفهوش مشكلة وفيه قانون بيقول إنه هو غلط وفيه هيئة طبية أنا رأي إنها منعزلة بتقول ده إدمان وبيعمل فصام وبيعمل وبيعمل رأيي التقليل أو المحابة بتبقى بالتكامل من التلاتة مش قوانين بس يعني إحنا قصي عند محالة القوانين بس طبعا عفش حضراتك وحضراتك أفرح شعبية ولا لا لكن عادي خلص إن إحنا ننزل الفاح الشعبية والحشيش وكله ضرب نار ففين عدم القانون وكله مبسوط بس لازم نعترف وإحنا بنقف قدام واحد من أكبر تجارة في العالم وأكبر بيزنس في العالم المخدرات والسلاح والدعارة فإذا تساوي التلاتة والتلاتة كوارث وممنوعين إذن فقولك الأخير دكتور محمود أنه لا لتقنين الحشيش إحنا نحتاج إلى مزيد من الفهم مزيد من المقاومة من القوانين الرادعة الرقابة الضبط والتوعية والتوعية أستاذ محمود أنا شايف أنه السبيل الأساسي للقصة نبت فيه تكامل الجهود القوانين مع جهود التوعية وإتاحة خدمات العلاج دي نقطة غاية في الأهمية بجانب جهود مكافحة الكميات أو مكافحة الوضعية يعني لا ترى أن التقنين حلا من الحلول دكتور أسامة بعد ما اتطرح فكرة أنه مدر صحيا المؤثر يؤدي لارتكاب الجرائم أن التقنين قد يزيد من المتعاطين أن المجتمع غير مؤهل حتى لمجرد طرح الفكرة فما بنى بتطبيقها قد ينعكس إزاي هل ما زلت عندي رأيك أن التقنين قد يكون حلا أم استرعتك لا 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 أنا ما كنتش ما كنتش قضيتي خالص أنا قضيتي أن نطرح كل البدائل للتفكير الأكثر طرحناه بقى بعد ما طرحناه لا قطعنا مقطع بكلام ومنهم التقديد مش هينفع في بلادنا طبعا طبعا إذن اللي بيسألوني أنتو بتطرحوا موضوع زي ده الأفكار وأنتو لما بنكلمكم في السياسة بتقولنا زهيئنا من السياسة حرام عليكم رحمونا صح لما بتطرح أفكار بإجراء رسمي حد تقدم لمجلس الوزراء فبنحاول لناقشها من منظور فكرة طرحت هل كل الأفكار يمكن أن تطرح طب تناقش طب إيه المنعناها تناقش الحشيش مدرس صحيا الحشيش يؤدي إلى مزيد من الحوادث إلى ارتكاب الجرائم أن العالم يتجه إلى منع التقنين في أغلبه يبقى بنصل إلى نتيجة زعلانين ليه؟ صح عشان سنغفورة ما فيقاش لبان سنغفورة فيها اللبان في السيداليات برشتة ها اللبان بيتكتب في سنغفورة كل بلد ولا سيلو وانت رايح سنغفورة لو هربت البان هيبقى زي المخدرات وتبقى قضية بشكرك جدا دكتور أسامة شكرا دكتور محمود بشكرك أستاذ محمود موارتني شكرا بشكركوا هنطلع فاصل بعض الفاصل هستقبل ضيوف الأعزاء الأستاذة ندين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة جهان عبد الحافظ إلهام محمد محمد نصر الدين بقدم لكم تجارب حية لشباب بدأ أم الصفر ما كانش بجيبهم ربع جنيه بقى بيعملوا نصف مليون ومليون المهم أنك تفكر وتبتدي الصندوق فيه فلوس عايزين النهاردة نطلع فلوس للشباب الصندوق يقول لكم تعالوا حضربكم حدوكم فلوس تعمل مشروع المهم تشتغلوا بعد الفاصل اشتغلوا